السلام عليكم معكم محمد النهاردة جايين نكمل كلامنا عن تكامل الدوال تراجيومتريك عبارة عن ساين كوزاين بس النهاردة جايين نتكلم عن السيك والكوزك والتان والكوتان لو جيت قلت لك انا عايزك تكمل لي سيك تربيع اكس دي اكس هتقول لي اخيات قبل كده لو جيت تفاضل التان اكس تطلع معايا سيك تربيع اكس وبما ان الزاوية عبارة عن اكس بس فالتفاضل بتاعها بيكون واحد النهاردة جايين نحفظ جدول بقى بتاع السيك والكوزك والتان والكوتان الجدول اللي انت شايفه ده هو ده الجدول بتاعنا لو لقيت سيك مضروبة في سيك فيديك على طول تان طب لو كان التكامل عبارة عن سيك في تان يبقى التكامل بتاعه بسيك يبقى احنا هناخد كده السيك اللي في النص دي مشتركة لو لقيت تكامل سيك في سيك فيديك تان لو لقيت تكامل تان في سيك يديك سيك طب تعالى نشوف هتقول لي تعالى نجرب الكلام ده على المثال اللي انت شايفه هتلاقي دلوقتي سيك في سيك يعني سيك تربيع عايزك تكملي السيك تربيع هتقول لي التكامل الجدول ده يطلع عندك تان بس لازم تتأكد من حاجة هل تفاضل الزاوية موجود قدامها ولا لا هتقول لي اه تفاضل الزاوية بواحد فيطلع عندك تان نفس الزاوية اللي هي اكس وتزود ثابت التكامل تعالى ناخد كمال المثالي بزامل بيقول تكامل سيك اكس تربيع في تان نفس الزاوية اللي هي اكس تربيع مضروب في اكس بالنسبة لدي اكس عايزك تكامل المقدار ده هتقول لي تعالى لو بصد في الجدول هلاقي تكامل سيك في تان هتقول لي اه دي التان هي في السيك يديني على طول سيك طيب بس هتأكد اهم حاجة اللي هي نفس الزاوية تمام نفس الزاوية هل تفاضل الزاوية دي موجود قدامنا هتقول لي تفاضل الزاوية عبارة عن اتنين اكس فانت محتاج هنا اتنين وتقسم برا على نص يبقى تنزل النص اللي برا ده زي ما هو وهتقول لي تكامل تان في سيك يطلع سيك برضو يبقى يطلع سيك نفس الزاوية اللي هي اكس تربيع زائد السابت طيب تعال نشوف كمان اكزامبل بس المرة دي على الكوزك الجدول اللي تحته ده بيمشي زي اللي فوق بالزد لو قال لك تكامل كوزك في سالب كوزك فيطلع عندك بكوتان ولو قلت لك تكامل كوتان في سالب كوزك يطلع عندك بكوزك المثال بيقول عايزة كامل كوزك تربيع اكس بالنسبة للدي اكس هتقول لي بالجدول المفروض تكامل الكوزك في السالب كوزك يديني كوتان فانت محتاج هنا سالب وسالب هنا صح عشان تبقى سالب كوزك تربيع يبقى ده الكوزك في السالب كوزك التكامل بتاعه بكوتان يبقى هتقول لي انزل السالب زي ما هو والتكامل يطلع عندي بكوتان اكس وطبعا بما ان الزاوية اكس فالتفاضل بتاعها واحد فهو موجود قدامها وتزود ثابت التكامل بتاعك فتعال نشوف كمان اكزامبل المثال بيقول عايزك تكملي كوزك 3 اكس قس 3 زائد واحد مضروبة في كوتان 3 اكس قس 3 زائد واحد مضروبة في اكس تربيع بالنسبة لدي اكس هتقول لي عشان اكامل المجدور ده اروح اشوف الكوزك لما تتضرف في الكوتان بتدي ايه الكوزك لما تتضرف في الكوتان يديني كوزك بس خد بالك الكوتان هتتضرف في سالب كوزك عشان يديني كوزك فهتقول لي انا محتاج هنا سالب فهحط سالب جوه وبره ألاقي ان تكامل الكوتان في السالب كوزك يدي كوزك بس بشرط ان تفاضل الزاوية يكون برا تفاضل الزاوية بتاعتي عبارة عن 9 اكس تربيع فانت محتاج هنا تسعة تقول لي بأضرب في تسعة واقسم على تسعة وبما ان فيه سالب برا ممكن نخليه سالب واحد على تسعة فأطلع المقدار عندي سالب واحد على تسعة تكامل الكوتان في السالب كوزك بيديني كوزك نفس الزاوية اللي هي تلاتة اكس وس تلاتة زائد واحد واجمع ثابت التكامل اشتركوا في القناة